على الجانب الآخر البحر الذي يطارد اسجي يجعل اسجي يستسلم في النهاية ويحصل على وعد بوجبة الافطار ومع ذلك ينتظر دينيز مفاجئة مختلفة أعدها اسجي إلى أين هو ذاهب حب اليشم والجميز بينهما ينتظر اختبارا كبيرا جدا ديسمبر اثنين من العشاق الذين يواجهون عقبة اقليمية يأتون إلى مفترق طرق خطير خدع دفني يفتح الكثير من فرص العمل فيه كما لو أن العمل الذي بدأه بمفرده لم يكن كافيا عندما تسبب في إصابة يلؤش بالشلل يوافق دفني الذي ليس لديه مكان للهروب على العقوبة هذه العقوبة ستجلب دفني لمواجهة مفاجأة لم تتوقعها أبدا تقرر بينك السلطان التي ترى أحفادها في حالة الغياد النرمينار لم يعد مفيدا وتخبر تبرك بكل شيء على الرغم من كل جهود ليلة لمنعه الآن الخطر الكبير هو على الباب بعد أن تعرض دينيزي صدمة كبيرة اكتشف من هو اسجي حقا بالطبع سيجعل اسجي يدفع ثمن ذلك في هذه الحلقة حيث يشرب ييوشيم وأوشنر بالحب يتعلم يلؤش عن لعبة الغيرة التي ينظمها ييوشيم ودينيز ويسترخي كثيرا ولكن لأنه يشعر بالغيرة من دفني العشاء كانت تعارف مع دم لا يتورط في قدمه الآن تحتاج دفني إلى التفكير في كيفية التخلص من شرها اللعبة التي يلعبها متشابكة في قدميه وتتحول إلى وضع مستحيل كل يوم في حين أنه يؤلم إرنار بما يكفي ليكون بعيدا عني أوشيم على أي حال عندما تتم إضافة تجارب دفني إليه يخرج إرنار عن القبان ويقوم أراص بغارة كبيرة على القصر على الجانب الآخر يعاني إسجيم خوف كبير من وجود البحر الذي يقوم على الباب أثناء التخطيط لقفل العجاف في المرحاض لفترة قصيرة فإن النوم يخرج الأشياء عن السيطرة عادت دفني التي اضطرت لقضاء الليل كله نائمة في المرحاض إلى المنزل وأخبرت شقيقها الجميز الذي تم القبض عليه كل شيء يتحول إلى شعر عربي مع نمو حب الجميز والشم لبعضهما البعض فإنه ينمو في النزاعات الناشئة عن حقيقة أنهم أناس من عوالم منفصلة هذا الصراع يؤدي إلى تحول كلا العالمين رأسا على عقب من ناحية أخرى فإن أزجي غير سعيد للغاية لكونه عالقا على رادر زير النساء دينيس لكن الحل الذي يجده للهروب من هذا سيسبب له مشكلة كبيرة يتسبب توظيف داملة في قتال يالأوش ودفني كل دقيقة في النهاية تغضب لوريل بشدة وتستقيل مرة أخرى تقرر جايد أيضا أن تلعب دورا كبيرا هذه المرة وتضمنها قصرا دينيس في لعبتها بسبب الحيل التي يقومون بها يصبح العجاف غاضبا من الغير يالأوش الذي يتعين عليه الذهاب إلى منزل دفني مع لعبتي أوشين يصاب بالجنون عندما يرى البحر هناك سيكامور التي عادت إلى المنزل قريبا تصاب بالجنون عندما ترى كل من يالأوش ودينيس في المنزل فقط على رأس هذا الصخب وعندما يأتي والدك إلى جدتك تخرج الأمور عن القبان ستبدأ دفني ابنة لازل عملا كمهندسة كمبيوتر في شركة أرسل تكنولوجيا يجد شقيق دفني الأكبر مفتول العضلات إرنرم لابس أخيه مفتوحة ويجبره على ارتداء البنطال الذي اشتراه لموليد جده تم القبض على دفني من قبل يالين الرئيس القوي لشركة أرسل تكنولوجيا أثناء تغيير الملابس في موقف سيارات الشركة لكنه يعتقد أن العجافة هو الأمن دفني يحل مشكلة فنية مهمة جدا للشركة ولكن في الوقت نفسه يكتشف من هو يلئش يستقيل لأنه لا يستطيع أن يتحمل أن يلعب مثل هذه اللعبة من قبله يركض العجاف وراءه للاعتذار تم القبض على دفني وهي تغير ملابسها مرة أخرى في موقف السيارات أولا إلى يلئش ثم إلى شقيقها أشنر مع يلئش يعلن الجميز أن يلئش الذي ضربه كالين هو عدوه اللدود يوليو يوليو كن الأمور تتعقد عندما يقع في حب شقيقي الإرم الذي يحاول لابتعاد عن أخيه العجاف لأول مرة ينتهي الحب شيء أقوى من ذلك سيحل محله منذ اليوم الذي قال فيه أنت على حق قلت توقفت من الداخل أنت على حق في النهاية قرأت تلك السطور الشهيرة في مقابلة الراحل ميرا الحسنا منذ سنوات عديدة الحب حالة جنون كان يقول هو حقا من الله الذي لا يدوم طويلا من الله الذي يترك مكانه بعد فترة إلى الحب وهو أكثر صلابة وهدوء وأمانا حاول الفقراء العجاف أيضا أن أقول الجميع عن ذلك من البداية ولكن من ناحية أخرى بسبب مرضه الذي هو سمة من سمات كوروموسومس ليقول الجدار عندما أقول السد يعني ينتهي الحب لم يستطع فهم حقيقة كلماته أولا إلى دفن ثم إلى من حوله ومع ذلك إذا تمكن من قول تغييرات بدلا من نهايات إذا كان بإمكانه شرح ذلك بشكل جميل كما في هذه الحلقة فسوف يفهم أن لها لن تكن مجرد خوف من الهجر ديفنيتشيك يا لها من كلمة حقيقية الحب يجمع الناس معا لكن لا يدفي الاحتفاظ بهم معا منحلة 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 جولة كبيرة أخرى من التصفيق لكتاب السيناريو مرارا وتكرارا يتواصل الناس بأشياء مهمة جدا بدافع الحب العجاف تحدث هذا الجزء من فلال فمي كما لو أنه توقف نحن بخير عندما نكون معا هذه هي النقطة الرئيسية لتكون قادرة على أن تكون جيدة عندما نكون معا الآن أتحول من الفلسفة إلى التفسير وأهنئ مرة أخرى الممثلين الجيدين عندما يكونون معا وكتاب السيناريو الذين من الواضح أنهم جيدون جدا معا مكان المفضل في هذا القسم كان بلا شك موقف الجميس كيف فاتني رؤية الناس يتصرفون بشكل طبيعي في دورة الحياة اليومية في برنامجي ما رأيناه في مواقف مماثلة حتى يومنا هذا الرجل المرأة الذي يتعرض للاتزاز لا يمكنه إخبار أي شخص بذلك على الرغم من ذلك انتهى فيديو معلومات سلسلة الحب لدينا هنا لاحقا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات